فموافقة وزير المالية كتاب مكتب رئيس وزراء كتاب لهي العامة للضرائب كتاب رئيس اللجنة المالية السابق ذني الكتب الأربعة فتحت الباب للسرقة من ساعد أيضا ضعف المتابعة من قبل مكتب غسيل الأموال أول سكن صرف كتبة شعبة الإبلاغ قالت هذا المبلغ كبير كذا يرات تدقيق هنا المفروض المكتب شي سوي يدقق ويتحقق من استضافي أنا مسؤول مكتب غسيل الأموال بالماركس قال أنا مسامع إلا من الإعلام والقضاء من دققنا بالأوليات لقينا كثير من المخاطبات لها مكتب غسيل الأموال أكو مخاطبات دات شعرة تقول لأكو هي جي شي هو قال إنه ما أنا ما جايني شعب الإبلاغ بالرافدين اللي هي المفروض شغلتها يعني شغلتها بشكل مباشر يعني فرع الرافدين خلنفرض الوزيرية إجاب ذاك اليوم سكب عشرة بعشرة 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 أربع سكوك كلها عشرة مليار عشرة مليار عشرة مليار عشرة مليار لنفس الشركة هنا ما يعتلق القلوب أحمر إنه هاي القصة مريبة لازم يصير تدقيق مسؤولة شعبة الإبلاغ بالرافدين شنو تبريرها تبريرها تقول أنا بلغت عن أول واحد وبالتالي ما طول ما صار إجراء أنا أصرف الباقيين ما بلغ على الباقيات يعني واحد يشوف أكو شي غلط ويبلغ عليه ويجي وراه شي غلط ما يبلغ لأن أنا بلغت على أول هذا واحد من تبريرات تبرير الثاني قالت أنا رح أتلب المدير عامل هي العاملة الضراء بقعدة ويا بزين من قعدة ويا قلت لأ أردط طالع أشوف أكو تنازل من هاي الشركة اللي دا تصرف أماناتها للقانت جاوبني قال لي هاي معاملة سرية ما يصرت تطلعين عليها اكتفت بأنه مدير عامل ضريبة قال لها معاملة سرية راحت رجعت ودزت كتاب للفروع أصرفوا الأمور طبيعية والإجراءات أصولية